قطاع الاستثماري بين مصر والصين بيتميز فيه مجموعة من المناحي طبعا قطاع الانشاءات وإحنا شايفين إسهامات الصين في العاصمة الإدارية الجديدة وفي كل المدن الزكية وفي كل الحركة الانشائية الكبيرة اللي بتتم في جمهورية مصر العربية قطاع التاني وقطاع المهم قطاع التكنولوجيا للاتصالات وشايفين الاستفادة الكبيرة والتبادل الكبير للخبرات والاستثماري الكبير من جانب دولة الصين في هذا القطاع المهم للدولة المصرية قطاع تاني مهم جدا الدولة مصرية بتذهب لي قطاع ريادة الأعمال والاستفادة من تجربة الدولة الصينية في هذا المجال لدعم رواد الأعمال على مستوى القطاعات المختلفة بنتكلم على هذا المستوى وبنقول أنه كل ده بتدعمه هذه العلاقة التاريخية الكبيرة إنما لما بنبص الحجم الزيارات 11 زيارة لغاية أغسطس 2012 وتمن قمم منذ 2014 حتى هذه اللحظة ده بيعكس رؤية وفكر مختلفة يعني أنت على مدار التاريخ الطويل من 56 لغاية 2011 قمة من 2014 لغاية النهاردة 8 قمم ده بيقول التقدير العالي من جانب القيادة السياسية مصرية والتقدير العالي أيضا من جانب القيادة الصينية تشي جنبينج وهو يتعاون مع الدولة المصرية لازم نتفهم أن العلاقة علاقة مصلحية في التراز الأول بمعنى النهاردة فخمت رئيس عفتاح السيسي متواجد لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 32 زعيم من دول العالم الصين بتجمعهم تحت شعار تجمع قادة العالم ليه مصر موجودة؟ مصر موجودة لأن الدولة الصينية تنظر إلى الدولة المصرية أنها دولة محورية بالنسبة لمشروح الحزام والطريق مصر دولة محورية في مبادرة الحزام والطريق سواء لموقعها في قلب المنطقة العربية أو موقعها كمفتاح للربط بين القرى الإفريقية والقرى الأوروبية فمصر دولة محورية في هذا الإطار بما تملكه من إمكانيات لوجستية في النقل حضرتك بتتكلم على قناة السويس خاصة بعد مشروع تطوير قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة بتتكلم على مجموعة من الموانئ وبتتكلم على مجموعة من الربط الزاكي بين الموانئ المصرية سواء من المرسى مطروح إلى العين السخنة إلى اسكندرية إلى دومياط إلى بورسعيد عبر شبكة من المواصلات بتؤدي إلى تقسير المسافات وتسهل من هذه الرغبة الصينية في الاستثمار في الدولة المصرية